يوم واحد مر على تصريحات زعيم حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي التي قال فيها أن التظاهرات تمر بمرحلة الاحتضار وأن السياسيين قد تمكنوا من امتصاص صدمتها الأولى وإفراغ زخمها حتى ردت المرجعية الدينية صراحة بوصف من يحاول التقليل من أهمية التظاهرات بالممانعين للإصلاح والمراهنين على أن تخف المطالبة به ومع هذا فإن نبرة اليأسي من الإصلاحات كانت واضحة في خطبة المرجعية لهذا اليوم وكذلك نبرة التحذير وليعلم البعض الذين يمانعون من الإصلاح ويراهلون على أن تخف المطالبات به وإذا خفت مظاهر المطالبة به هذه الأيام فإنها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع زعيم أكبر تيار إسلامي شيعي رد هو الآخر بدعوة تكاد تشير إلى وجود تنسيق بينه وبين المرجعية فبعد ساعة فقط من خطبة الجمعة دعا مقتدى الصدر أنصاره إلى الخروج بتظاهرات مليونية يوم الجمعة المقبل لإدامة زخم التظاهر الصدريون الذين خرجوا في جمعة واحدة ملأوا بها ساحة التحرير كانوا هم السبب كما يقول الكثير من المراقبين بإيقاف تظاهرات الحجد الشعبي المدني التي استمرتها الأخرى جمعة واحدة قبل أن يخرج الحجد المدني بمؤتمر عقد في مقر عصائب أهل الحق يتهم فيه قادة التظاهرات بالانحياز لجهة خارجية والتظاهر لمجرد التظاهر وانعدام الرغبة الحقيقية في الإصلاح بل وحتى بالتعدي على الدين الإسلامي ساحة التحرير ستعود مرة أخرى إلى الأضواء بعد أن تمكن المدنيون الذين اتركوا بمفردهم من المحافظة على زخم التظاهرات وقيادتها بتنظيم يصفه الكثيرون بالمتميز لكن انضمام التيار الصدري بتظاهرة جديدة سيمنح الكثير من الروح إلى الساحة التي يتابعها أغلب العراقيين